اشتركوا في القناة فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأجيبه؟ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفم وما به من أسنان هو أول عضو في الجهاز الهضمي والفم مجهز تجهيزا متقنا بحيث يمضو الطعام مضغا جيدا لا يختلط الطعام جيدا باللعاب وباللعاب أول الخمائر الهضمية يعني أول درجات الهضم هضم الطعام تحدث في الفم أول درجة من درجات الهضم خلق الأسنان يدل على الإحكام في الخلق والدقة في الصنع صنع الله الذي أتقن كل شيء يعني اكتشف الأطباء الآن أن لكل سن تركيب دقيق هندسة خاصة تصميم معجز وبناء متقن ويغذي السن أوعية دموية وأعصاب تتصل بالجهاز العصب المركزي بعد ذلك واللثة تحيط بجذور السن وتثبتها وتحميها واللسان عضو هام جدا بالجسم له وظائف مختلفة يعني عامة الناس يعتقدون أن وظيفة اللسان النطق هذه وظيفة الأصلية حقا ولكن له وظائف أخرى وهو تحريك الطعام ونقله تحت الأدراس ليطحن جيدا ويوم ضغط يعني لو لا اللسان ما تمت عملية المضغ ما كانت لتصلح إطلاقا وما كانت تتم بصورة كاملة اللسان مهم جدا في هذه الحالة وبواسطة اللسان أيضا يتذوق الإنسان يعني الطعام والشراب يعني اللسان له وظائف كثيرة جدا فالفم وما به من أسنان ولثا ولسان وغدد لعبية وشفتين يقوم بوظائفه العديد خير القيام كل جزء في الفم له وظيفة معينة متصلة بوظائف الأعضاء الأخرى بحيث تكتمل جميعا في تكامل وتعاون وشمول ولقد جعل الله تعالى للإنسان في مضغ الطعام لذة ومتعة لذلك فالإنسان لا يقبل على مضغ الطعام فحسب بل ويشتهي ذلك أيضا لأنه من خلال مضغ الطعام يشعر الإنسان بلذة تناول الطعام ولا يشعر الإنسان بأي لذة أو متعة من تناول الطعام إلا خلال هذه المرحلة فقط مرحلة وجود الطعام في الفم أما إذا تعد الطعام الفم إلى البلعوم وما بعد البلعوم فلا يشعر الإنسان بأي لذة إطلاقا لطعام أو شراب اللهم إلا اختفاء آلام الجوع والشهور براحة الشبع بس أما طعم طعم الطعام والشراب طعم نفسه لا يشعر بالإنسان إلا والطعام في فمه فقط الذي يحدث في الفم هو أن اللعاب يلتصق باللثة والأسنان ويكون عليهما طبقة ملتصقة بهما وهي طبقة رقيقة جدا إذا أزلنا هذه الطبقة سرعان ما تتكون مرة أخرى موجود هذه الطبقة تتكاثر الميكروبات وتزداد الميكروبات عددا كلما أهمل الإنسان تنظيف الفم والأسنان طيب إذن لابد من إزالة هذه الطبقة بالفرشاة أو السواك إذا أزيلت تعود مرة أخرى لذلك لابد من استعمال الفرشاة أو السواك عدة مرات في اليوم عدة مرات في اليوم ولا نقتصر على استعمالها بعد تناول الطعام فقط عدة مرات في اليوم وأثناء للأيضا ما يستيقظ الإنسان إلا ويتأسوك أو ينظف أسنانه لأن الميكروبات تتكاثر عددا في الفم أثناء نوم من ذلك نفهم الحكمة العلمية فيما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قيل لها بأي شيء كان يبدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما إذا دخل البيت قالت كان يبدأ بالسواك وروا الإمام أبو داود عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ المحافظة على الأسنان ونظافتها من السن المبكر أمر على قدر كبير من الأهمية وكيف ينشأ التسوص يبدأ التسوص من تخمر بعض بقايا الطعام وتنشأ بعض أنواع الأحماض على سطح السن فتنخر سطح السن ويظل تآكل سطح السن مستمرا حتى يمتد إلى عمق السن في مين السن وهنا تكمن الخطورة وكثير من الناس يهملون هذا التسوص البسيط ظاهريا إلا أن ذلك خطأ فالتسوص متى وصل إلى مين السن فإنه يبدأ بالانتشار السريع فيلتهم أجزاء أخرى من السن حتى يصل إلى اللب حتى يصل إلى اللب وحينئذ يصير السن في خطر حقيقي لأن اللب يحتوي على الأواية الدموية والأعصاب التي تغذي السن ثم ينتشر الإلتهاب في أنحاء السن ويتآكل السن ويتعفن وسرعان ما يدمر السن تدميرا شبه كامل وإذا لم يعالج فورا فإن الميكروبات تنتشر إلى الأجزاء المجاورة للسن فتلتهب بدورها ويشعر المريض بألم شديد وتحافظ المنطقة الملتهبة على نفسها فتحيط منطقة الإصابة بكيس وقائي يعني انتشر الإلتهاب حول القدر كما نرى إلا أنه أحيانا يلتهي بذلك الكيس الوقائي وينتشر في الفك كما نرى محاولة اقتراقه ولكنها لا تتجاوز الغشاء الخارجي ويمكن أن تنتشر الميكروبات إلى عضلات الفك العليا أو إلى الجيوب الأنفية وقد يكون تسوس الأسنان سببا في حدوث إلتهابات خطيرة في أنحاء الجسم المختلفة كما نرى في هذه الصورة أي جزء من الجسم ممكن يتأثر بالتهاب الأسنان وتبتدأ الأسنان اللابنية من أربعة قواطع ونابين ثم أربعة أدراس ثم الأدراس الخلفية وتسقط الأسنان اللابنية بعد ذلك وتظهر الأسنان الدائمة أما الأدراس الخلفية والتي تسمى دروس العقل فتظهر فيما بعد بعد الرابع عشر من العمر وهي الأدراس الأساسية لمضغ الطعام أن عدد الأسنان الدائمة تنين وثلاثين سن ثمان قواطع وأربعة أنياب وتمان أدراس أمامية وأتناشر وأتناشر درس خلفي منها أدراس العقل لولا الأسنان لا تعذر علينا نطق الكثير من الحروف مثل الشين والثاء والتاء والسين والفاء والمهمة الرئيسية للأسنان هي تقطيع الطعام ومضغه وتهيئته للهضم ونشاهد نموذجا لأحد الأسنان السطح العليو يسمى التاج وتحت التاج مادة عظمية مغطاة بمادة يسمى الأسمنت والتجويف داخل الضرس يحتوي على قنوات الجذور التي تمر فيها الأعصاب والأوعية الدموية التي تغذي الضرس صحة الأسنان واللثاء السليمة نعمة لا يشعر بها إلا من يفقدها وفي كثير من الحالات لا يمكن رؤية الميكروبات التي تتجمع بين الأسنان واللثاء بالعين المجردة وبالآلات الطبية يرى الأطباء الفجوات التي بين الأسنان واللثاء وما فيها من تجمعات هائلة للميكروبات وترتبط سلامة الأسنان بسلامة اللثاء ولون اللثاء السليمة وردي وهي تغطي جزءاً مهماً من الأسنان يعني اللثاء السليمة تغطي جزءاً مهماً من الأسنان ولا يسيل الدم منها بسهولة في أثناء الفحص وتحيط اللثاء بالأسنان دون أن تلتصق بها كما أن بروز لحم اللثاء بين الأسنان دليل على سلامتها هذه لثاء سليمة ولاحظوا البروز بين الأسنان الذي يدل على سلامة اللثاء وتوجد بالأسنان الكثير من الجراثيم والفطريات عديمة الضرر وتعمل على التوازن الحيوي داخل الفم وتقاوم الجراثيم الضرر فيه وإذا اختل هذا التوازن تظهر أمراض التابات اللثاء المختلفة وهذه فطريات تحت المجهر على شكل خيوط تجمعت حولها الجراثيم ونجد تنظيف الفم والأسنان كسنة مؤكدة في هذا الحديث القدسي الشريف روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأجيبه نبتد الأول نقول لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء الله سبحانه وتعالى حفّل جنة بالمكاره بمعنى أن كل تكليف يدخل الإنسان في صدوبة أداء نعم وما كانش يعمل كده يبقى شيء يلزل التكليف نعم نلاحظ هنا إعجازا في الخبر يعني كأغلب الناس ما بينتفيدش إليه النبي صلى الله عليه وسلم أعطيه بلاغ حكم الله إلى خلق الله من الله ولا لستصرف فيه نعم ولكنه تميز عن بقية الرسل بأن الله وكله في أن يشرع كما شرع الله وتلك ميزة لا توجد لرسول قبله ما فيه رسول مكلف بشيء إلا أن محمدا عليه الصلاة والسلام أعلى الله مشرعا ومشرعا بنص القرآن ما آتاكم الرسول وخذوه ومنهاكم لم يكن لذلك الرسول من قبله فالرسول ابتدأ بهذه المسألة التي قد يخالفه فيها فقال لولا أن أشق أنا أنا المكلف لكن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأن نفعل ما قال بقى مكلف بالغير ولولا أن أشق على أمتي أيضا لأخرت العشاء إلى ثلث إذن ربنا ما حددش الوقت هو حدد أن فيه عشاء إنما ما قالش من متى وحدد فيه صبح ما قالش من متى وحدد ظهر إذن فهذا رد على من يقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال وحللنا وما وجدنا فيه من حرام وحللنا يمر يقول اليسول اليسول يقول إيه أنتو خفتم أو جاهلتم مهمة تشريعي مهمة تشريعني أمرت وأن أشارع الله الله فقبل اثنين دولة لله ما فيهمش أمر الله يسير الله ولذلك لله ما فيهمش أمر لله أن يحدد الحكم المطلوب الركم ولكن ما يحددش إلى زمنه ولا يحدد كم ركعة ولا يحدد اثنين جهرية ولا اثنين سرية هو ذا اللي يحددوها صلى الله عليه وسلم الله يبقى إذن لا تنظر وتقول هذه سنة نقول لا هي سنة دليل لا سنية حكم هي حكم إن فعلها تركها يبقى له سواب ما فعلها شي مش ما يبقاش علي عقوبة ما فعلها شي يبقى علي عقوبة لأن السنة هنا سنية دلالة لا سنية حكم طيب ليه ما عملتش كده رسول الله لأنني أريد أن أخذ وصفا مما وصفان الله به نصول من أنفسكم عزيز عليه ما عنثتم للمؤمنين حديثم عليكم بالمؤمنين رأوف الرحيم ولله رأفة ورحمة ولي أنا كما فهدت مشرعا رأفة ورحمة فما عملتش الشواك فريضة الله الله ليه لأن دي عملية تستلدم أن يكون السواك ضرورة من ضرورة لباس المصلي يعني دايما وياهو أتسوق فأنا عملت سنة بقى من عندي مش تشريع فرد لا تشريع سنة طيب أخرته فعلا أخرت العشاء إلى ثلث الليلة أو نصف الليلة برضو خدت صفة من صفات الرحمة بأنني مجعلش سواك فرد عملت برضو سنة عشان أحقق وصف رأوف رحيم الله هذه واحدة الله وأجعلته وليه العلة في في التانية فأخرت العشاء ليه ثلث الليلة ونصف الليلة لأن لله تجل في هذا الوقت هذا التجل سببه أن الذي نام من أول الليل يكون أهلا للنشاط في آخر الله الله يا سيدي الله وأيضا الذي يكون أهلا لأنه بينهم ضرورة من أول ما يلعشه يبقى سهل عليه أن يقوم ولذلك يطلوا أحظها في الناس اللي بينام بدري بيقوم بدري بس إن ترتب نفسك على أن تعطي نفسك خصة الراحة من عناء النهار ما تشغلش الوقت بما لا نفع فيه لأنك لو شغلت النفس بما لا نفعك سيفوتك النافع الأعلى قاعد ما نمتش إلى الساعة واحدة أو الساعة اثنين عشان إيه؟ نعم بتشوف التمثليات بتشوف المش أحرف إيه؟ نافع ما فيش نافع ما فيش نافع تقوم أنت الأحسن بلا شيء نظر نظر الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال هل إنساء إيل فأعطيه؟ ليه بيعمل كده رسول الله لأن الله جعل رحمته وسابقها لرحمته فجعل نزوله إلى السماء والأرض في الوقت دي عشان يشمل لتنين وفيش حد يفوته رحمه رحمته اللي نم في الأول برضو يناله واللي نم في الآخر يناله طب ولماذا فأهم؟ لأن الله يمد يده فيقوله هل مستغفر هل من سائل فأعطيه؟ هل ممستغفر فأعطره له؟ هل من تائب فأعطيه؟ من الذي يمد يده؟ الذي يمد يده هو العاطي مش أنتم اللي بتمدوا لأيك بالسؤال أنا نازل لكم ممدودة يدي ومدام أنا نازل لكم ممدودة يدي في هذا الوقت نشوف بقى هو وقت الليل ده ما زمنه؟ من أمتى؟ قال لك من ساعة ما تغيب الشمس لحد ما ترطيه رب طيب الشمس ده غاربة دائما مشرقة دائما فكل لحظة من لحظاتها غاربة عن قوم ومشريقة على قوم إذن فياد الله ممدودة دائما الله الله يبقى سنوص الليل أو نصف الليل طيب ما هو موجود في أي مكان في العالم في أي وقت ولذلك تكلّى الله وقال عنها إيهني؟ يعني بالنظر إلى عباده ما قالش بالوجود مع عباده عشان تقولي الزمن وهنا أثناء ما هو مكان؟ السماء الدنيا أن tree is absolutely healing وقال بأنه ربما يصــــــــ cima الشراء مكان ولا زمان إنما نزل إلى السماء الدنيا يعني نزل إلى المكان اللي المخاطبين بيشوفوه وحين ينظر إلى السماء الثانية يكون قد نظر إلى السماء الدنيا بالنسبة لمن فوقها لأن كل سماء أرض لمن فوقها ونعود إلى ما استهل به الحديث القدسي الشريف وهو تنظيف الأسنان وماذا يحدث لو لم تنظف اللثة والأسنان تنظيفا جيدا إذا لم تنظف تنظيفا جيدا تتكاثر الميكروبات عليهما وسرعان ما تتكون مركبات حامضية كيميائية تسبب تسوس الأسنان وتأكلها إذا استمر التأكل ولم يعالج بالتنظيف والنظام بالتنظيف والعلاج فإنه يزداد التسوس عمقا في السن حتى يصل في النهاية إلى اللب كما رأينا في الفيلم ويحدث ما شاهدنا من مضاعفات وتتأثر أعضاء الجسم الأخرى كل أعضاء الجسم تتأثر بالأسنان والتهاب اللثة والأسنان وقد يسبب ذلك أمراضا خطيرة بصمامات القلب مثلا أو أي عضو آخر من أعضاء الجسم والميكروبات الموجودة في الفم والأسنان تصل إلى الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي وقد تصل عن طريق الدم إلى أي عضو آخر من أعضاء الجسم وهنا نذكر حديثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تزداد الجراثيم كما قلنا في الفم أثناء النوم من هذا ندرك المغزى العلمي لما رواه الأئمة البخاري ومسلم أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ياشوص فاه بالسواك والشوص الغسل والتنظيف وقال ابن منظور في لسان العرب الشوص أن يمر السواك على الأسنان على الأسنان من سفل إلى علو بهذا الشكل وهذا هو الاستعمال الصحيح لتنظيف الأسنان بالفرشاة أو السواك يجب تنظيف الأسنان بفرشاة مناسبة وتصنع فرشاة الأسنان عادة من شعر صناعي دقيق ويصنع في صفوف دائرية بحيث لا تجرح اللثة وتكون الفرشاة سهلة التنظيف أيضا وتستعمل الفرشاة لتنظيف الأسنان بواسطة حركات دائرية منتظمة وفي عناية وصبر كما نرى في هذا الفيلم في عناية وفي صبر ولا نحرك الفرشاة بالعرض كما يفعل كثير من الناس ولكن كما نرى في هذه الصورة حركات منتظمة في صبر وعناية لكل سمن من الأسنان ومن الداخل ومن أمام بحركات دائرية على الأسنان وفي مكان التقاء الأسنان باللثة من الداخل ومن الخارج وخاصة في مكان تجمع فضلات الطعام التي هي بين الفجوات التي بين الأسنان وتنظف الأسنان العليا والسفنة معا هناك طرق أخرى تكمل عمل الفرشاة مثل قطع دقيقة من الخشب لتنظيف هذه الأسنان أو استعمال خيوط حريرية لتنظيف ما بين الأسنان وإزالة ما يكون بينها من فضلات أو قطع من المطاط مثل القمع تنظف ما بين الأسنان كذلك يعني المهم تنظيف الأسنان والفجوات التي بين الأسنان هذا شيء مهم جدا يمكن تنظيف الأسنان بطيار ماء كما نرى فالماء منظف جيد لكل من الأسنان واللثة معا ويستعمل كثير من الناس معجون الأسنان الذي يحتوي على مادة الفلورين التي تعمل على حماية الأسنان من التسوس وتقوي اللثة أيضا إلى أن الفرشاة ضرورية لتنظيف الأسنان ومما هو جدير بالذكر أن السواك أكثر فائدة وأعم نفسا من الفرشاة والمعجون لما في السواك مواد مطهرة وقاتلة للمكربات ومقوية للثة أيضا اكتشف علماء طب الأسنان حديثا جدا أن السواك أفضل من أي فرشاة لأنه يحتوي على مواد فعالة تعالج اللثة المريضة وتقوي الأوعية الدموية بها فضلا عن تنظيف اللثة وما بين الأسنان وإزالة أثار الطعام بها وإزالة طبقة اللعاب المتصلة بها وبالسواك مواد تقتل المكربات تقتل المكربات وتمنع تسوس الأسنان فالسواك فرشاة طبيعية أو فرشاة طبيعية تحتوي على مواد كيميائية عضوية تنظف الفما والأسنان وتطهرهما وتطهرهما هذا الاكتشاف العلمي يساعدنا على فهم المغزي العلمي فيما رواه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب مطهرة للفم مطهرة للفم كلمة مطهرة في الحديث النبوي الشريف تدل على وجود مواد مطهرة في السواك وهذا ما اكتشفه العلماء حديثا جدا الأمر الذي دع بعض شركات تصنيع معجين الأسنان إلى تحن السواك ووضعه في معجون الأسنان كان الحديث اليوم عن صحة الفم والأسنان وعما جاء عن ذلك في الحديث النبوي الشريف والحديث القدسي الشريف وقال ونذكر ما جاء في الحديث النبوي لولا أشق على أمتي وجاء في الحديث القدسي الشريف لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ورأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فقال هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من داع فأجيبه كان هذا في الحديث القدسي الشريف وصدق الله تعالى وصدق رسوله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة